كان بعض الشباب يغيبوا على موقف ومشهد بمعنى ما يحضرون لأحد المشهد وذلك المشهد فيه معاصي وذنوب وظلم يعني الله عز وجل غيبك على وحد المشهد وذلك المشهد فيه هاد الأمور التي لا يرضى الله عز وجل خسك تفرح أن الله عز وجل باعدك على ذلك الموقف باعدك على ذلك المشهد لكن أشكتلقاه وأكون غير حضرت البارح كون غير كنت أنا معهم أو الدشوف ماذا من الله عز وجل باعدك على ذلك المشهد هذا أمر جد مهم سمع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول يقول عليه الصلاة والسلام إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة أنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها بمعنى إلا الله عز وجل غيبك على أحد الموقف وذلك الموقف كم مقنة فيه معاصي فيه دنوب فيه فساد فيه ظلم والله عز وجل غيبك على ذلك الموقف وانت بديتك تتمنى كأنك حضرت كأنك أنت معاهم ولكنت حضرت معاهم وبطبيعة الحال نحن نعرف درجات إنكر المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان بعد المرة تلاحظ درك الله عز وجل شي موقف شي مشهد أقل شي أقل شي تكره ذلك المشهد بقلبك لكن الله عز وجل كيغيبك على وحد الموقف وكتلقى الشباب كيقول لك البارح كون غير كنت حاضر معاهم والبارح دوزوا وحد الليلة والبارح نشطوا وحد الناشاط أود ما دام الله عز وجل بعدك على ذلك الموقف هذا دليل على أن الله عز وجل كيبغيك هتشالش محضركش ذلك الموقف فما تتمناش شي حاجة كانت فيها الفسد شي حاجة كان فيها الظلم تكون حضرت إليها إذن تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها أو قال مرة فأنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها فأسأل الله عز وجل إبعدنا على المواقف لفيها الظلم لفيها المعاصي لفيها الفسد لفيها الدنوب إنه اللي يدارك القادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد